مع اتهام تقرير الخبراء الأممي لأجهزة تدعمها الإمارات بعرقالة عمل الاستخبارات اليمنية وتهميش أدائها تثار تساؤلات عن عملية استهداف قيادة الجيش في العند وفقا لتسريبات نشرت عن تقرير فريق الخبراء الأممي الذي وزع على عضاء مجلس الأمن قبل نشره تحدث الخبراء عن استمرار تآكل الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف وعن بعد تحقيق هدف استعادة سلطتها على جميع البلاد رغم التقدم على الأرض لكن أسباب التآكل واستحالة فرض السيطرة لا يقف خلفها الحوثيون والضغوطات الدولية فحسب بل حلفاء معركة استعادة الشرعية أيضا ورغم تبني ميليشي الحوثي لعملية العند إلا أن الربط بين اتهامات تقرير الخبراء الأمم للإمارات بعرقالة عمل الاستخبارات اليمنية وبين استهداف قائد الاستخبارات العسكرية في منطقة ألفها الأمني حصريا بيد الإمارات يعزز الاتهامات التي يسوقها البعض حول دور الإمارات وأجهزتها المحلية في تآكل الشرعية وعرقالة أداء مؤسساتها الأمنية والاستخباراتية اتهامات يؤكدها وضع طماح نجل شقيق اللواء طماح قائد الاستخبارات العسكرية ومرافقه الذي اتهم قائد التحالف ومسؤول ملف الجرحى في التحالف بعرقالة سفر طماح حتى توقف نبضه وفاضت روحه اشتركوا في القناة